أهلا وسهلا فيكم جميعا إن شاء الله تكونوا بخير وأفضل حال يا رب الفيديو اليوم مرة حماس تجربة الأكل الهندي كثير أحب الأكل الهندي بس إنه إذا جيت أكل الأكل الهندي أخذ مثلا تشيكن بيتر، رزق أبيض، سموسة هندية بس اليوم قررت أني أجيب أكثر الأصناف الهندية اللي بعد أنا ما جربتها تجربها مع بعض في الله خلونا نبدأ الفيديو خلو أوريكم الأكل اللي أخدته أول شي أخدت الأكل هذا اسمه من باري اسم الأكلة هذي من باري بالكاري اللحم بقر، شفوها حاولت أني ما أكثر كميات عشان ما أتورد بالأكل أخدت بعد الأكلة هذي اسمها سمك منشوريا مع مرق شفوها ترى الأكلات هذي كلها أول مرة أجربها أنا أكثر شي كنت أجرب تشيكن بيتر والأكلات هذي دجاج مخلي بالزبدة هذا هو تشيكن بيتر وأخدت بعد في دجاج هنا دقيقة دوريكم إياه هذا ضم دجاج دقيقة دجاج 65 وهذا ترى دجاج مشهور عندهم ما أظنني كنت جربته طبعا الإدمات هذي يفضل تأكلها مثلا مع خبز أو مع رز في جبت الخبز والرز الرز هذا توقع أنه برياني برياني دجاج أسلوب تشيلي ما أدري تشيلي 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 مع اسمه غريب ما أدري شو تمام يشبه البرياني عموما يعني هو برياني أصلا وأخدت بعد رز أبيض سادة نحن أقول هذا أخدت خبز كل شي بالبطاطس خبز بطاطس تمام بس هذه الأكلات التي أخدتها هنا هنا مجموعة من المخبوزات ليس مخبوزات سمبوسات هذه أخدت 11 سنة فتوقع تمام بس لنجرب إذا لم تتحقتهم سنجد السمبوسات سأبدأ بهذه صراحة كثير متحمسة فيها ريحتها تجنن بس من اللونها ما أدريش أحسن مرة سبايسي شو شكلها ريحتها نفس بين الشورمة وبين البروست طعمها حلو سبايسي حلو موزو مش مرة حرارتها مرة حلو بس شوية ما عجبني أنه اللون مرة كأنه الزيت قديم أو تعرفون هي أتوقع من أنه الطبقة اللي بره خفيفة زي شفتوا إذا شفتوا عجينة بانكيك أو غيمات غمستوا فيها دجاج بدين قليتو زي كده بس طعمها حلو لذيذ في شي سمك بسمد شوية في نكهة زفرة سمك شوية بس حلوة أعطيها كده أربعة من عشرة بصراحة مو مرة تحمس بصراحة مو مرة بعدها بجرب المنشورين سمك بجربه يعني أحس اسمه كده غريب شونه سمك وزي الإدام بشوف يعني زفر ما بزفر بنوع السمك حلو ولا لا ما في ريحة نفس عكس هذي كل البول ما فتحت التغليف عطوا طلعت ريحاتها بسم الله ما ريحة ما ريحة غريبة ما في ريحة سمك أكثر شي ريحة أظن رجلة أو سمك في ريحة خضار حلوة يعني في ريحة خضار حلوة مشكلها هنا طلع قطعت السمك وأذوقها أحس إن السمك كأنه قلو يعني سووا في تتبيلة نفس اللي مشوية بعد كده قلو بعدين بعد ما قلو حطوه مع إدام كده أردوق بسم الله طعمه ممرة سيئ مستغفو الله لكننا نعم طعمه ممرة مو حلو السمك زي سمك الفلاه اللي الرخوة عرفته مدري في بعض أنواع السمك تنباع في السيبر ماركت كأنها في ليه تروحوا البيت تسوونها تطلع لكم كأنها مدري رخوة مرة مو سمك كانها عجينة مش حلوة مرة طرعا ما مش حلوة هل ترحد السمك أصلا مش فايحة كثير بس طعمتها يعني لتطعمون سمك تطعمون سمك زفر هذا يجب أحطه في الكيس لأنه ما بيدمر للدنيا أقولكم ريحته ما في ريحة سمك أبدا بس طعم تمام خلونا نبدأ نفتح الرز عشان نجربه مع التشيكون بيتر ومع الصوس الثاني اللي باللحم البقري ما ش اسمه من الباري بالكاري أنا السمك مش كثير أحبه مع في الإدمات أحبه أكوله في الفرن أفضله يا مقلي يا مش وي بس هذا الرز الأبيض حقهم تمام خلونا نجربه مع السوسين اللي هنا التشيكون بيتر تحمس التشيكون بيتر أحس أي محل يضبطها أي محل هندي يعني شوه شكل التشيكون بيتر شوه طبعا فيها قطعة دجاجة واحدة أصلا أنا ما طلبت أكل كثير يعني من كل شي هم يبيعونه بالكيلو من كل شي خدت شوية بس عشان ما أتورط بالأكل يعني خايف أن يكون سبايسي مرة شو شكلهم هنا مع بعض شو شكله الشو شكله الشيكون بيتر مع الرز يحمس مرة رذيذة الشيكون بيتر يجنن أعرفت حنا ليش إذا رحنا مطعم هندي أول شي جيبانا تشيكون بيتر الأشياء هذي اللي نعرفها طعم ويجنن وأحسن قريب من أكلاتنا عشان كذا يعود جبنة مرة ذيذة بس كذا يروح للأكلة اللي بعدها رح أفتح الحين البرياني البرياني شكله يحمس شوفوا البرياني في دجاج يعني مو برياني لحم أو شو شكله أو شي من قلب بسم الله بسم الله البرياني يجنن بحط عليه الشيكون بيتر أجربه مع بعض معني أعرف طعمهم لزي كذا يصير بمره رذيذ بسم الله شوفوا كيف شكلهم مع بعض والسبايسي شوية زايد بس يجنن مبدئيا الشيكون بيتر مع البرياني يجننون وهذا بيكون عشاي اليوم باكلهم كلهم مرة لذيذ مرة يجنن يعني الوجبة هذي برجعنا صراحة تجنن مرة حلوة يجننون نفتح هذه الوجبة اللي هي من الباري بالكاري لحم بقر أحسنا تشبه الشيكون مسالة بس بلحم جاودة خافة افتحوا ويه دمرني ريحة اللحم مرة قوية شايفين مرة قوية ريحة اللحم بجرب ستجربها مع الخبز لان الخبز اللحمة جربنا خلص جربت الرز الأبيض جربت للدع خبز تلريحته مرة حلوة محشي الخبز شوفوا الخبز شايفين محشي يعني ينأكل بالحاله خلا ذوق بسم الله طعمه عادي طعمه عادي يعني محشي شكل بطاطس بس مش باين كثير رحة جربوا مع مش له هناكها واضحة يشبه للشباتي العادي رحة جربوا مع الملباري اسمه غريب ملباري بيذوق معها قطعة لحم الملباري جنن مرحلوا حتى اللحمة ما هي سيئة معنها لحمة سوق ولحمة بقر في نفس الوقت بس صايرة لذيذة مرة صدمت طعمه يجنن توقعته موش مرة يعني قلت بس التكم التشاكم بتر هي أحلى شيء بس اللا والله طعمها حلو يعني برجع أكل من هذي مرة لذيذة سبايسي أكثر بس تجنن فيه هناكها حلوة يعني ما تشبه التشاكم بتر ما تشبه هناكها ثانية بس لذيذة بس كذا خلص شوفوا الصلصات هذي والأكلات هذي كلها هنا جربتها معكم كلها آخر شيء التشاكم بتر إجنن إجنن وهذا تعفون أنه حلو يعني الملباري هو صدمة صراحة أول مرة أخذها أول مرة أسمع فيه يجنن اللحمة لذيذة لذيذة خلصة شوفكم الملباري بكم سعره خلصة شوفها تورا الملباري بمرة حلو اللحمة مش كأنها بقر كأنها لحم غنم طعمها مرة فرش ما كنكم أخذينها كلمشتريات هذي كلها من الأول وفي حال حبيتوا ترجعون بقلكم أرحب الأسعار وإجمالي حسابي كم كان كم كان كان صح نصغير هذا بثلاثة ريال 85 هلالة 85 هلالة هو أقل من ربع كيلو يعني الكيلو يمكن لعكم 15-17 ريال كده مرة يجنن أصحكم فيه الرز الأبيض حقهم لا كأنه منقوع ما كانه مطبوخ البرياني يجنن حسابي تمام الحين ترى نزلت غسلت حاسني الصوصات هذي مرة حاستني حين أجي نجرب هذول الأشياء أول شي رح أجربها موز مقلي واحد قطعة هذا كل مرة كنت أجي محلات هندية أبي أجربه بس أحس إنه شلون يعني كيف موز مقلي كذا أخليه ومشي سعرها بريال بتصري هلالة شوفوا شكلها من قرب موز عادية شفتوا البجاج 65 موقول لكم إنهم غمسين وبزي العجينة أحس نفس الفكرة بس العجينة هذيك حقين فيها شي أحمر ما أدري لون أحس نفس فكرة العجينة اللي توحي لكم إن فيها زيت عرفتوها بس خلنا ندوقوا بسم الله مبدئية مليانة زيت شوفوا أصلا كيس مليان زيت بسم الله مليان في شي غريب في الأكل إنه الموز وأنا أكله كأن يأكل الدجاج تحسون انقلب ألياف كاعد تشوفون شو شكله من قرب أتوقع أنهم يستخدمون نوعية موز يكون عرفتو لي قشرتهم مرة خضرة نية يعني مبدئيا حلو بس أتخيل الأكلة هذي لو عليها مصاص حالي بتطلع أحلى شوية فيها زيت بس يعني ما هي سيئة زي ما تخيلتها لا حلوة ما هي بشينة حلع يعني كأنكم ماكلين بلح الشام لا مو بلح الشام إش اسمها قطايف تعفون الأشياء هذي فيها قشطة من جواتها قشطة أو شي حلوة بس نقصها شي حالة أو غموس حالي بتخيلها مع سيروب شي حالي عسل شيرة بتطلع مرة لذيذة مهب سيئة يعني خمسة من عشرة كي تأخذ فيها عيب واحد بس أنه مليانة زيت بس الحين جينا كبة البطاطس بوندا بوتيتو بوندا أكيد أنتو إذا رحتو المحل هندي ممكن يعني أنا أنطقوا بطريقة تطلبوني طريقة ثانية فهمتو بس أنتو عاد أعرفوا الاسم يعني أعرفوا مشكلها بعد تشبه في أكل اسمها مقلية شكلها كانها مقلية عرفتوها اللي زي القيمات بس أنها فيها خضار عرفتو أكلها في المنطقة الغربية شوفوا داخل قطع بطاطس كامل هنا بطاطسة كاملة وفي أشياء مدرشية بعد أحس هاي ملكات اللي تحتاج لغموس بسم الله جدا اللذيذة وطعمها حلو بس زي ما قلت لكم أحس بها غموس حامض عرفتو الغموس اللي كن فيه تامر هندي دبس رمان عرفتو الغموسات الحامضة مع ليمون أي غموس حامضة بتطاعت جنن الصبايسي حقها معقول حلو فيها مكونات ثانية كثيرة شوفوا ماد هذا فلفل ولا تامر ولا إيش شوفوا يمكن فلفلة صغيرة أظنها فلفلة بس نذيذة وحلوة ممكن أخذها مرة ثانية تقييمي لها ثمانية من العشرة بالراحة نتجي لللي بعدها اللي بعدها دونات عدس مقلية نفتحها كيف نقفل هذا الموظف شوفوا الشكل الشكل دونات شويه متعافية بس دونات منزلية بس يعني هي حامضة ما أدري بسم الله بعدها دونات تشبه فكرة الأكلة اللي يقولكم يأكلونها في المغربية في الغربية اللي هي عندهم أشياء زي كده كأنها خبز كده مع خميرة مع بصل مع بصل أخضر مع أشياء كده يعني مش جنن بس تنأكل أتخيلها مع ناس ما قلت لكم غموس صوص يمكن هم الهنودي إذا راحوا يعرفون ان هذه لازم غموس ما تنأكل كده 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 مرة ناشفة بس تخيلها مع غموس حامض بتطلع الجنن تعفون التمر الهندي او الحمر نسمونه حمر نسمونه حنسة بمياس بارا إذا نقعتوها في موية بعدها نسوط منها الصوص لو تحطون عليها مثلا جبنة وزن حامضة جبنة فيتا تحطونها في الخلاط تخلطونها يصير الصوص مرة حامض أتخيلها معها جنن يعني مقبولة بعد أعطيها ثمانية من عشرة تنأكل بس قلت لكم مع الصوص جينا الآخر شيء اللي هو سنبوسة بنجابي وسنبوسة خضروات سنبوسة خضروات اوكي نعرفها ودائل من أخذها بس البنجابي إذا هي اللي بالي بتكون مرة حارة سنبوسة الخضروات أيوه هذ البنجابي شايفينها هتكون مرة صبايسي بجربها على الحين الخضار أعرفها صراحة وتوجبني نرامها مرة لذي السموسة البنجابي هذي بريالين ونص الثانية بعد ريالين ونص سنعني نفس السل الجنة هذه مرة لديدة اعرفها جينا الحل السمبوسة البنجابي المرة حارة وما اعرف كيف ابدأ اكلها لانها مرة قاسية وما تنقسم اخاف اكلها اطلع فيها عجينة كثيرة هنا شوف بسم الله كما تشايفين محشية بطاطس وخضرواتش وبازيلة عجينتها حلوة مرة عجينتها حلوة ما حس فيها زيت كثير بس ممكن تكون سبايسي لو كنت اكثر اني ما اكلت كثير من الحشوة بجربها بالحشوة طعمها مرة لذيذ زمان اكلت منها تمرها سبايسي هذي حلوة سبايسي حقها اكثر من هذي بس ناكل لاحظتوا العجينة مختلفة ان هذي عجينة شرايح عادي لنفس السيبر ماركت هذي تحسون لأهم مسوينا عجينة شايفين كلهم حلوين سراحة كلهم اعطيهم عشرة من عشرة وبس والله كذا خلصت تجربتنا الاكلات اللي ممكن ارجع اشتريها الشيكون بيتر اكيد الرز البرياني اكيد ملباري لحم البقر مرة يجنن السمبوسة بعد مرة جنن برجع اخذها هي سمبوسة الخضار والسمبوسة البنجابي حلوين الموز ما برجع اخذها كان طعمها مقبول كتجربة بس مش اني اشتريها مرة ثانية مرة كانت مليانة زيت بس طعمها يعني صدما كم تاكلوا موز تحسونها موز ما كان كم تاكلوا موز الخبز الكولشة اللي اخدتهم البطاطس حلو لذيذ بس لو لقيت شباتي مثلا ارخص منه باخذه لانه طعمه كان عادي محشي بطاطس بس مش باين البطاطس فاوكي لو لقيتو اخدتو ما لقيتو عادي بغتكتفي بالشباتي دجاج مخلي بالزبدة قلتلكم عليه 65 ما برجع اخذ مرة ثانية كم مرة زيت بس طعم الدجاج كان حلو سمك منشوريا مع مرق ما انصحكم فيه مرة سيئ السمك مرة رخو هش كوبة البطاطس البندل اللي قلتلكم تصلح لها غموس حامض ممكن اخذها لو انا سويت غموس في البيت او عندهم غموس سألتهم دونات عدس بعد قلتلكم لو في غموس عليها احسن الاكلات الرمضانية اللي بتكون حلوة وبس هذي اغلب الاشياء اللي اخدتها حسابي كامل كان ل 11 صنف ب 47 ريال و 15 هللة شوفوه زي ما قلتلكم واخدتهم اللولو كل الاشياء هذي وبس والله انا عن نفسي استمتعت ومبسطت بالتجربة ان شاء الله يربي انتم مبسطتوا لا تنسون حطوا لايك اشتركوا في القناة سووا شير للفيديو هذا الاهلكم والاصدقائكم اكتبوا لي تحت اش حبينا سويت اجارب اكل او اجرب مطاعم معينة اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة